ما أتوى عبارات المحبة والسلام التي خطت على جدران كليسة سيدة النجاة إحدى محطات البابا في زيارته التاريخية لبلاد الرافدين يواصل العراقيون هذه الأيام استعداداتهم لاستقبال البابا فرانسيس في العاصمة بغداد الأب حن نوفين راعي إحدى الكنائس في بغداد يرى أن زيارة البابا قد تحمل بصيص أمل علّه يداوي جراح المسيحيين الذين عانوا من العنف طيلة السنوات الماضية ما تسبب بهجرة الكثير منهم خارج البلاد بخصوص الشعب المسيحي الموجود حاليا في العراق أكيد أنه زيارة البابا لازم تأثر إيجابيا كلش على هالشعب اللي محتاج إلى بادرة أمن وسلام إلى راحة فكرية وأيضا من أجل التمسك في الوطن العراقي لأن المسيحيين معروفين أنهما السكان الأصلين للبلد العراقي هذه العائلة المسيحية التي تسكن وسط بغداد لطالما تمنت حدوث هذه الزيارة التاريخية التي انتظرها مسيحي العراق بفارغ الصبر كنا هذه الزيارة من زمان نتمنىها من سنة ألفين ولكن لم تتحقق بسبب الظروف الصعبة اللي كانت والآن تحققت ونتمنى من هذه الزيارة أن تنطي طابع خاص طابع جميل طابع الحياة الجميلة بهذا البلد ويعلق المسيحيون هنا آمالهم على جولة البابا هذه علها توقف دوامة العنف التي عانى منها العراق طوال عقود نرحب زيارة البابا في العراق نتمنى أن تحمل هذه الزيارة الرسالة المحبة والسلام وإيقاف العنف في العراق تسعى الحكومة العراقية من خلال هذه الزيارة إلى كسب المزيد من الدعم الدولي للمساهمة في إعادة المهجرين والنازحين من المسيحيين والأقليات الأخرى إلى ديارهم ودعم خططها في إعادة إعمار المناطق المحررة التي دمرها الإرهاب سامري الكوبيسي الحدث بغداد